اشتركوا في القناة انا اتخيط البرنامج حكومي يستطيع حل هذه المشكلة لحكومة المنفق اذا حكومة كل تركيز الحكومة وزارة الإسكان المعارضة على الدخول في حل مشاكل الفئات الأقصى الاحتياجة وعندما بقى طمعا منظومة الإسكان هي منظومة كاملة بفئات كثيرة تشجيع الشركات الاستثمار العقاري وبرضو ان هناك رؤية جديدة في التمويل العقاري بتدرس الان مع البنك المركزي ويعد قنون جديد للتمويل العقاري وقنون ايضا بالشهر العقاري بحيث انه يسمح للتعامل مع الوحدات السكنية في حيات المجتمعات العقارية جديدة ويتم تسجيلها بطريق تأشير على عقود الشهر العقاري التمويل العقاري بمفهومه اللي لقدر يوصله المجتمع مع التسيرات ان شاء الله اللي هتتعمل هيكون قطرة مهمة جدا في دفع للتسمر العقاري وفي نفس الوقت في دفع حركة الانشاءات وبرضو تسير الانصول على وحدة سكنية بشريحة معينة في المجتمع لها كلا مطفا ويعني ان شاء الله يكون هذا المؤتمد فرصة لشرح الابعاد اللي الحكومة بتراها في التعديلات في التمويل العقاري بدون 7 مليون جنيه موظمها دميعا مع الفيزر ونقطاع تشفيض بالمجتمع ولك في مبنى موكاة في مطار الأدار لاتم تنشعها عالية بتكليفة عالية لتنشعها ونجليل ولك في مبنى المشرعة ستم تفتاح في شهر الماء القادم ولك في مبنى موكاة في بطار الأدار في 17 حيات الشمار هناك في مشروعات الملاقة من خطة الفيزي المزارحة باسمات المزارة الترميداني ومن خطة المزارة ساعة المدرات المصرية حياتي 45 مليون راقم ومن خطة الشمار في 2020 ضد من شاعة المدرات المصرية 75 مليون راقم عن طريق من شا فبادل الوكام ستتوا مع اضائح عيلة قام كل وقت الخط Whoo ساعة 10 مليون راقم ومنخطط شمار 6 مليون راقم مطار مولي عرب ساعة أربعة مليون جاكر باستثمارات واحد مليون من عشرة مليون جنيه لكن قطط لنشاء مطار مشروع عملاء في المنطقة المطار والمطار الطيران على مساحة عشرة مليون متر وربعة باستثمارات 200 مليون جنيه عبارة عن مطار التجارة أوراً، مطار مرية، مرات الترفيهية، صناعات تجمعية كلها لذلك المشروعات، جانب الشرطة للضرح، وحلول الطاقة المظيفة واسمحوا لي ألبها كلماتي بتهمية حضراتكم ومشاعة المصر العظيم ومناسبة الذكرى الثالثة للفوت الـ 25 مليون جنيه المجيدة وأؤكد لكم على تفاقيه الشديد من المرحلة القادمة والمنطلق الإيمان وأن مصر تسير على الضرب الصحيح لتحقيق قارطة الطريق لحول الدنيا ورقا وإذا بدأتنا بالحديد على استثمار العقاري في مصر فلنحن يؤكد أن العلاقة بين استثمار السياحي والاستثمار العلاقي أن العقاري علاقة وثيقة ومطاردة وحيث أن نموه إحدى هما تؤثر بشكل كبير على الآخر ومن أهم الأمثلة على ذلك مشروعات الإسكام السياحي والتي تعتبر ركيزة أساسية لنموه نمو السياحي في الإقامة والتي تعتبر بشكل وفيق من استثمار العقاري فكلما زاد الطلب على هذا النمو كلما تزايد بشكل واستثمار العقاري شكرا 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 لحيث شكرا شكرا شكرا